السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بحضرتكم هنتكلم النهاردة في موضوع مهم جدا وبيحصل مع معظم اصحاب السيارات ارتفاع عداد الار بي ام او عدد دورات المحرك الار بي ام معناها او اختصار لتلات كلمات بالانجليزية معناها ريفليوشن بير مينت يعني عدد اللفات الخاصة بالمحرك في الدقيقة عدد اللفات الطبيعي وانت مش ضاغط على دواسة الوقود او في وضع الخمول بيبقى من سبعمية وخمسين الى تمنمية دورة في الدقيقة ليه عملوا عداد الار بي ام في طابلوه السيارة عملوه عشان يبقى مؤشر ليك بحالة المحرك لانخفاض بيعمل مشاكل كتيرة وعملنا الفيديو موجود على القناة والارتفاع ايضا بيسبب مشاكل وخلل في السيارة الارتفاع هيسبب لك تلات اشياء مزعجة الشيء الاول استهلاك عالي في الوقود لما تبقى في الزحام او في الاشارات بتبقى السيارة سرعتها مرتفعة عن المعتاد فبتستهلك وقود عالي وتكلفة عالية جدا الشيء التاني استهلاك في كراسي المحرك والجير نظرا للوقوف المتكرر في الاشارات وداخل المدينة الشيء التالت حيقل لعمر قطع الغيار الاستهلاكية وكمان لعمر الافتراضي للزيت حيقل معاك والزيت حيتحرق بسرعة وحتضطر تغيره قبل معاده السبب الرئيسي والمهم جدا والسهل اللي انت ممكن كصاحب سيارة تقدر تكتشفه بنفسك هتفحص الفلتر وحوالين الفلتر الجوان هل فيه تسريب ولا لا هل فيه تسريب في دكتات الهواء ام لا هتعالج التسريبات دي وحطفحص فلتر الهواء وكمان حتنظف حساس الهواء بستي ارسي او المنظف التلامسي وارد يكون فيه مشكلة في الحساس نفسه مد اشارة للكمبيوتر ان كمية الهواء كبيرة لدخلة للمحرك ولو الثروتل او بوابة الهواء اللي موجودة في سيارتك بوابة ميكانيكية بتشتغل بالواير يبقى حطفحص حساس الايدل او حساس الخمول وارد جدا يكون الحساس ده فيه مشكلة ومفتوح باستمرار وارد تكون الكهرباء اللي وصلاله فيها مشكلة فايضا تشيك او تختبر الوصلات اللي رايحة للحساس ولو عملت كل اللي قلنا عليه ده ومفيش نتيجة يبقى مهم جدا تبدأ في فحص السيارة فحص السيارة حيبين معاك الخلل ويديك الكود الخاص بالعطل ايه اللي ممكن يكون موجود او الخلل اللي ممكن يكون موجود غير الاشياء البسيطة اللي شفناها المشكلة ان فيه هوا كتير بيدخل للمحرك عشان كده الاربي ام مرتفع فوارد جدا يكون فيه خلل او مشكلة في حساس الهوا او حساس الضغط المطلق اللي موجود في المانيفول وارد كمان ان يكون فيه مشكلة في حساس الاكسوجين بيقول ان الخليط ده او الهوا والوقود اللي موجودين في المحرك فيهم مشكلة وكمية الهوا اعلى بكتير من الوقود جهاز الفحص حيوصلنا للمشكلة مباشرة وبكده بشوفنا الحلول البسيطة اللي انت ممكن كصاحب سيارة تشوفها بنفسك وتحل مشكلة ارتفاع الاربي ام في سيارتك ويا رب حضراتكو تكونوا استفادتم وشكرا جزيلا لكم